طالب الجنرال السابق في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية مردخاي كدار طالب اسرائيل بطرد قناة الجزيرة ومنعها من العمل داخل اسرائيل جاء ذلك في مقاين شاره تحت عنوان اعرف عدوك قال فيه ان قناة الجزيرة هي الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها قطر للتأثير على مجريات الاحداث في الشرق الاوسط واعتبر مردخاي ان العنصر الرئيس في خطاب الجزيرة وقطر هو ان اسرائيل مشروع غربي استعماري يجب شن الحرب عليه بكل الوسائل وقال الجنرال السابق ان الجزيرة اداة التحريض التي تستخدمها قطر لنشر فلسفة الاخوان المسلمين التي ستحل محل الاديولوجيات العلمانية حسب مقاله وهجم مردخاي المبادرة القطرية لرصد صندوق لدعم القدس لحماية الطابع العربي والاسلامي للمدينة وتعزيز سمود اهلها ينظروا الينا من تل ابيب مردخاي كدار الجنرال الاسرائيلي السابق ومدير مركز ابحاث الشرق الاوسط والاسلام في جامعات برايلان سيد مردخاي انما تدعو الى طرد الجزيرة من اسرائيل ألا يعني ذلك اعترافا منك بان اسرائيل ليست بدولة ديمقراطية وليست لديها حرية تعبير كما تزعم ديمقراطية ليس لها ان تكون اداة لتسفية الدولة الديمقراطية نحن لم نسمح لكناة المنار مثلا تابعة لحزب الشيطان في لبنان العمل في الاسرائيل نحن لم نسمح للايرانيين في كناة العالم للعمل داخل الاسرائيل الديمقراطية لازم ان تدافع عن نفسها من كل من يريد تصفياتها مثل كناة الجزيرة الناتكة بلسان امارة كتر في الخليج ولذلك علي اسرائيل اذا كانت تريد الحياة ولا تندم الى المكان الذي اندمه اليه مبارك وكذافي وعدل يبدالله صالح وزين العبدين بن علي وربما الاسد ايضا علي اسرائيل ان تطرد من هذا المكان كناة الجزيرة او تدع شروط لعملها مثل استدافة الاسرائيلين لتعاليك لكل ما تنشره هذه الكناة الجهادية ضد اسرائيل والجهاد الاعلامي كما يعلم الجميع ونوع من انواع الجهاد المتبعة اليوم في كناة الجزيرة ضدها كل من لا يروق للاخوان المسلمين ولكن على ما تستند في هذه الاتهامات على الحقيقة على ما تنشرونه في الجزيرة منذ اتلاكيا في اواخر 1996 وكلما كانت هناك مشاكل بين اسرائيل وحمستان في رزا انتم تتجندون لمورساندت كوتا رزا وكأننا ليسا في اسرائيل صدرات ولا كأننا ليسا في اسرائيل المعانات بسبب السواريخ التي يتلقها المجاهدون من كوتا رزا إلينا واليوم القدس وكما تعالى من الأوخت العزيزة القدس كانت عاصمة اليهود هذا يريقيا biosهام الكلاب ثم بدل يُتكِل لكلب طلو س seen اشتركوا في القناة